حصل القائد الكشفي بشار لمعشر ممثل الهيئة العامة لكشافة ومرشدات مطرنية اللاتين في الأردن على أعلى الأصوات في انتخابات عضوية اللجنة الممثلة لأوروبا والشرق الأوسط في الكشاف الكاثوليك العالمي وذلك بحصوله على 71 صوطاً ليصبح بعد ذلك رئيساً للجنة التي تتكون من أربعة قادة ومرشد روحي وتمت الانتخابات في المؤتمر الكاثوليك السنوي الذي أقيم في بولندا بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة ركان فخوري والمفوض الدولي بشار معشر نورسات الأردن ممثلة بالمديرة الإقليمية الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل يتمنون مزيداً من التقدم والنجاح للقائد المعشر وكافة أفراد الكشافة لخدمة الكنيسة والوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه